موسيقى العاشرة صباحا من الميادين وتتابعون فيها موسيقى رغم المناشدات الدولية السلطات البحرانية تعد مناشطين معتقلين لديها موسيقى شهيد وعشرات الجرحى في اعتداءة قوات الاحتلال على مسيرات العودة والمجلس الوطني يدعم الالتفاف حول منظمة التحرير موسيقى طبعا نحن ندعم أي موقف فلسطيني ما أعلنه وقيف السلطة الفلسطينية بالأمس عن وقف كل التنفيذ كل الاتفاقات مع العدو الإسوائيلي السيد نصر الله يؤكد دعم أي قرار فلسطيني بوقف تطبيق الاتفاقيات مع الاحتلال وينفي استخدام مرفأ بيروت لنقل السلاح إلى لبنان موسيقى تونس تودع اليوم رئيسها الراحل الباجي قايد السبسي وسط إجراءات أمنية وبمشاركة عدد من قادة الدول موسيقى تقرير للأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن التحالف السعودية قتل أطفالا في اليمن ما يعادل نصف ضحايا الأطفال في العالم خلال العام الماضي موسيقى أهلا بكم أقدمت سلطات البحرينية على إعدام الشابين علي العرب خمسة وعشرون عاما وأحمد الملالي أربعة وعشرون عاما وقد أعلنت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة أن سلطات أعدمة الشابين المعتقلين لديها عن طريق القتل خارج القانون مشيرة إلى أن الملكة وقع على حكم الإعدام رغم كل النداءات الدولية والمطالبات لعدم تنفيذ الإعدام هذا وأعلنت جمعية الوفاق الوطني المعارضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن سلطات البحرينية منعت تشيع الناشطين الذين أعدما فجر اليوم كما منعت أهاليهم من دفنهم في مقابرهم مناطق في البحرين كانت شهدت تظاهرات يوم أمس تنديدا بقرار إعدام الشابين الملالي وعرب وللحديث أكثر مشاهدين حول هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن رئيس المكتب السياسي لتكتل المعارضة البحرينية في الخارج الأستاذ علي الفائز أستاذ علي أهلا بك إذن لماذا هذا الإصرار من قبل السلطات البحرينية على إعدام الشابين الملالي وعرب وهي قامت بإعدامهما فعلا لماذا هذا الإصرار بالرغم من كل المناشدات الدولية كما ذكرنا في الخبر قبل قليل بسم الله الرحمن الرحيم من أكبر السياسي خاص لنظام الخليفة في البحرين يستدعي منه أن يقوم بهذا الإعدام السياسي ولذلك هو لم يسفع إلى أي أحد في العالم برغم أن المناشدات كانت كثيفة وأن حركة الدوليماسية والحركة الحقوقية والإعلامية كانت كثيفة في 24 سنة الفائز لكنه كان بحاجة إلى هذا الدم وبحاجة إلى هذا الإعدام السياسي لأنه يمر في وقت كبير جدا وهو يريد الخروج منها حتى ولو كلفه لأي شيء على المستوى العلاقات الدولية الخطورة هنا أن النظام أصبح في غير وارد الاستجابة لنطاعات الدولية بما فيها نطاعات الأمم المتحدة الخطورة هنا أن النظام مستعد إلى أن يخطأ في أي وقت لما تكون هناك حاجة سياسية لدى النظام في البحرين والخطورة هنا أن هناك آناف المتقلين السياسية موجودين اليوم من ضمنهم قيادات ومعارضة آخر المتقل وعرضون لهم فعلا يتعرضون للتفصيل الجسدية وهؤلاء معرضون للقاتل بأي طوالة كانت عندما يحقق المظالم لا سكيدا أستاذ علي فقط للتفصيل أكثر وليفهم المشاهد أكثر سلطات البحرين اتهمت هذين الشابين بأنهما قاموا بقتل شرطي هل تنفون في المعارضة هذه التهم التي وجهت لهذين الشابين يعني المعارضة السياسية لا نريد نحن أن نتكلم عن هذه المسألة ولكن نتكلم عن تقارير إلى منظمة دولية ومضبات حقوقية دولية نتكلم عن بيان إلى قرارة المتحدة بالأمس فدرة للكتل خارج القانون كلهم يتكلمون على الأقل عن شبهات حول انتزاع الاعترافات الاعترافات هؤلاء الشابين انتزعت تحت التعذيب وبالتالي على المحاكمة باطلة فضلا عن أن منظمة الأمنستي تتكلم أن لا عدالة في البحرين وأن القضاء في البحرين هو جهاز انتقام يد الحاكم وبالتالي هذا ليس كلام المعارضة هذا كلام منظمات دولية من ضمنها لأمم المتحدة وهؤلاء الشابين نحن نعتقد أن تصفيتهم تمت على خلفية سياسية وأن الاعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب وأنه لا وجود لقضية أصلا وأن القضاء هو حالة صورية وهو أداء بيد ديوان الحاكم لتنفيذ سياساته عبر هذه الأحكام السياسية في كلامك قبل قليل أستاذ علي قلت أن النظام في البحرين يعيش ورطة لذلك هو يحتاج إلى هذا الدم ما هي هذه الورطة التي يعيشها النظام والتي تدفعه إلى سفك هكذا دماء اليوم هناك حالة انكشاف لعزلة النظام وعدم شرعيته حتى في دائرة ما يسمى بالموالات حتى في دائرة الأجهزة الأمنية والعسكرية خصوصا بعدما بث من تقرير كان فيه شهادات إلى مسؤولين عسكريين وإلى مستشارين سادقين وإلى توجيه واتهام إلى أجهزة أمنية وإلى حاكم البحرين بالإلاقة مع تنظيم القاعدة وبالتالي النظام اليوم بحاجة إلى سفك هذا الدم من أجل إعادة ترتيب أوراقه في البيت ما يسمى بالبيت الداخلي لكن في كل الأحوال نعتقد أن الأيام الفائتة كشفت أن النظام ليس لديه أي شرعية سياسية حتى في دائرة ما يسمى بالموالات وأن المؤسسة الأمنية والعسكرية معرضة للإنهيار في أي لحظة لأنها مبنية على عقيدة الارتزاق وأن هذا الولاء الموجود ولا كاذب وغير حقيقي وأن المرتزق الذين تم تجنيسهم في البلد هم اليوم من يحكمون جميع المفاصل في هذا البلد لأن النظام يريد ذلك لأن النظام يرى فيهم الولاء للمال الذي يوفره لهم ولا يرى أي حالة حقيقية من الولاء حتى في ما يسمون بدائرة الموالات والتي هي بصريح العبارة تمثل الطائفة السنية الكريمة والتي قلنا في أيام واستمرينا في هذا القول أن الطائفة السنية الكريمة ولاؤها للبحرين لكن النظام استعان بطبقة سياسية مرتزقة من أجل أن تختطف رأيهم ومن أجل أن تختطف تمثيلهم اليوم هذه الحقيقة تبان والنظام في وقت لذلك يسعى إلى الخروض من هذه الوقت عبر سفك الدم شكرا جزيلا لك رئيس المكتب السياسي لتكتل المعارضة البحرينية في الخارج علي الفايز حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن استشهد الشاب أحمد القرى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال أثناء مشاركته في مسيرات العودة شرق خان يونس وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن نحو 56 شخصا بينهم 38 يصيبوا بالرصاص الحي جراء اعتداء جنود الاحتلال على المتظاهرين شرق محافظات القطاع الخمس دعما لاحتجاجات اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في لبنان وتأكيدا لمطالبهم المشروعة جاء هؤلاء إلى مخيمات العودة رافعين شعارات تندد بقرار وزير العمل اللبناني وتؤكد تنسكهم بحق العودة وتشدد على رفض كل مشاريع التوطين جئنا اليوم لنتضامن مع إخواننا اللاجئين في لبنان الحبيب الشقيق ونحن نؤكد أن اللاجئ الفلسطيني لم يخرج طواعي من أرضه وإنما خرج بالمجازر نقول إخواننا في الشتات حق العودة حق مقدس وحق العودة كالشمس لن يغيب الهيئة الوطنية لمسيرات العودة دعت أبناء المخيمات لاستمرار الاحتجاجات والتظاهرات حتى تراجع الحكومة اللبنانية عن قرارها مؤكدة في الوقت ذاته وحدة لبنان وعدم التدخل في شؤونه كما دعت الرئيس الفلسطيني إلى تطبيق قراره بإلغاء الاتفاقات مع إسرائيل على أرض الواقع نرفض قرار وزير العمل اللبناني ونربأ بلبنان أن تكون جزءا من صفقة القرن لبنان التي رفضت المشاركة في مؤتمر البحرين لا يمكن أن تكون هي لبنان التي تضغط على المواطن الفلسطيني واللاجئ الفلسطيني حقوق المدنية لأبناء شعبنا في مخيمات لبنان هي حقوق يجب أن تكون مكفولة إلى أن يعود هؤلاء اللاجئين إلى ديارهم باعتبارهم ليسوا مهاجرين وليسوا أجهد عاملة أجنبية عمل في لبنان خطوة الرئيسة بومازان تأتي منسجمة مع قرارات المجلس الوطني والمركز لكن العبرة بالتنفيذ حتى لا تبقى هذه الخطوة معلقة في الهواء دون أي آلية تنفيذية الهيئة طالبت بسرعة إنجاز الوحدة الوطنية كما دعت إلى أوسع مشاركة في يوم الجمعة المقبل من المسيرات تحت شعار وادي الحمص رفضا لجريمة الاحتلال في صور باهر بالقدس المحتلة تتلاحم جموع الفلسطينيين في غزة ولبنان في رسالة تجسد وحدة الموقف الفلسطيني الرافض مشاريع التوطين وتصفية قضية اللاجئين وتشدد على مصيرهم المشترك أحمد غنم غزة الميادين أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن قرار وقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي يعني بداية مرحلة جديدة من الصمود والمواجهة المفتوحة تتطلب إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وفي تصريح لرئيسه سليم الزعنون حمل المجلس الاحتلال وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسئولية بسبب سياستهما وإجراءاتهما العدوانية كما دعا المجلس والفصائل والقوائل لالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية في هذه اللحظة الفارقة بعد ربع قرن على توقيع اتفاقيات أوسلو قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بهذه الاتفاقية قرار اتخذته قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بالإجماع وحصد تأييد جميع القوى الوطنية في فلسطين ناصر اللح مع قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف التعامل مع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل تدخل المنطقة مرحلة جديدة ولو من الناحية النظرية فهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الرجل الذي وقع اتفاقيات أوسلو أنه في حل منها ولا لزام عليه فيها أبلغنا كل الجهات ذات العلاقة بهذا الموقف الفلسطيني الذي سيبدأ تنفيذه مباشرة من خلال لجنة متخصصة بدأت بوضع الآليات العملية ما على منظمة التحرير ستكون به منظمة التحرير الفلسطينية من خلال اللجنة التنفيذية وما على الحكومة الفلسطينية الأدات تنفيذية لمنظمة التحرير على الأرض ستكون به أيضا على الأرض نحن نرحب بهذا القرار بوقف العمل بالاتفاقيات خاصة إذا كان يشمل وقف التنسيق الأمني بكل أشكاله والعبرة الرئيسية في التنفيذ ومنذ أن أعلن الرئيس القرار والسؤال الذي يشغل بال الأرض المحتلة هو كيف سيقوم الفلسطينيون بذلك وما هو رد الاحتلال المتوقع على هذه الخطوة وما تأثير ذلك على حياة المواطنين اليومية مش هارف كيف رح يتنفذ لأنه نحن نحكيش عن اتفاقية أو اتفاقيتين نحكي عن أكثر من اتفاقية منها اتفاقية أوسلو موضوع صعب حاليا هو بحاجة ل... يعني أكي زي ما حكى الرئيس أنه في تشكيل لجنة بس أعتقد أنه الأمور صعبة يعني وين نحن رايحين شو ممكن يصير يعني فيه اتفاقيات أمنية فيه اتفاقية أوسلو وين الأمور رايحة لحد الآن أعتقد أنه الأمور مش واضحة الدائرة الأولى المقربة من الرئيس لم تدل بأي تصريح وكذلك هي الحال بالنسبة إلى الصف الأول من القادة والتفسير الأقرب هو أن رامالله تنتظر لترى رد الفعل الإسرائيلي على هذا القرار وفي المقابل لم تنبس قيادة إسرائيل ببنت شفا والتزمت الصمت ولم ترد بعد على قرار وقف الفلسطينيين الالتزام بالاتفاقية معها ضاع الفلسطينيون ربع قرن في دهالز اتفاقية أوسلو وغدرت حكومة الصهين بهم وتنصلت من الاتفاقية ومنعت إقامة دولة غرب النهر فهل ينجح الرئيس الذي وقع على أوسلو في الخروج من زنازين هذا الاتفاق وما هو الثمن المطلوب ناصر اللحم بيت لحم الميادين أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال تصديهم لقوات الاحتلال في حي وادي الحمص شرق القدس المحتلة جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز على المعتصمين عقب أداء صلاة الجمعة تضامنا مع السكان الذين هدمت ويوتهم وأصيب فلسطينيون بجراح خلال تفريق قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطاني وبجدار الفصل العنصري في بلدة كفر قدوم شمال الضفة الغربية رئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي أكد للميادين أن ما يجري هو تطهير عرقي وديمغرافي في القدس المحتلة ما أن انتهينا من أداء الصلاة حتى أمطرنا جيش الاحتلال بكنابل الباد المسيرة للدموع من طرفين جدار لأنه بالطرف الآخر كانوا أيضاً أخوة رافضون لهذا القرار وبالعشرات هناك أنا دخلت على إحدى البيوت ورأيت هناك نساء وأطفال مصابين بالغاز وأصيب العشرات منهم صحفيون ومنهم مصلون وناس مسنين والشباب طبعاً تفاعلت بعد ذلك بقوة الاحتلال التي هذه القنابل أحرقت حوالي المناسب رحب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف تطبيق الاتفاقيات مع إسرائيل وفي كلمة له قال السيد نصر الله إن إسرائيل ينهكها وقف التنصيق الأمني طبعاً نحن ندعم أي موقف فلسطيني ما أعلنه رئيس السلطة الفلسطينية بالأمس عن وقف كل تنفيذ كل الاتفاقات مع العدو الإسرائيلي ما في شك هذه عملية هذا أمر يضغط لكن في كل الاتفاقات أهم شيء بيضغط على الإسرائيلي والفلسطينيين بيعرفوا مش نحن عم ندلهم هن بيعرفوا بس نحن عم نحكي بالعلن هو وقف التنسيق الأمني اللي بيهل كل إسرائيلي وقف التنسيق الأمني لا بيخاف من الجنائية الدولية ولا بيخاف من مجلس الأمن ولا بيخاف من حدا في الدنيا لأنه أمريكا حاميته أمريكا حاميته وين مكان وأمس عملت فيتو بمجلس الأمن الدولي المكان الوحيد اللي بيوجع الإسرائيلي هو التنسيق الأمني هذا السلاح موجود في يد السلطة ويتستطيع أن تلجأ إليه لمنع هدم المزيد من بيوت الفلسطينيين السيد نصر الله نفى قطعيا ادعاء المندوب الإسرائيلي أن حزب الله يستخدم ميناء بيروت لنقل السلاح واعتبر أن الهدف من الادعاءات قد يكون مقدمة لفرض وصاية على المرفأ أنا أنفي نفيا قاطعا ادعاء المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن أن حزب الله يستخدم مرفأ بيروت لنقل سلاح أو مكونات سلاح إلى لبنان وبكل صدق أنفي ولو كان في شيء منه أنا بسكت وما بنفي وما في دعي يقول عم ننقل يكفي أن يسكت مثلا لكن أنا أنفي لكن هذا يأتي في سياق أقول لكم هذه مقدمات لفرض وصاية يريد البعض أن يصل إليها في لبنان وصاية على المرفأ ووصاية على المطار ووصاية على الحدود وما عجزوا في أحد أهداف عدوان تموز أن يحققوه وهو المجيء بقوات متعد جنسيات إلى المرفأ وإلى المطار وإلى الحدود هذه قد تكون مقدمات لأله السيد نصر الله شدد على ضرورة إجراء حوار لبناني فلسطيني لمعالجة ملف عمل الفلسطينيين في لبنان في موضوع الفلسطينيين في لبنان والعمالة الفلسطينية يجب أن يعالج الموضوع على أساس إنساني وأخلاقي وقانوني نعم بعيدا عن المزايدات نحن ورأينا أنه في فارق كبير بين العامل الفلسطيني والعامل غير الفلسطيني الأولوية العامل لبناني ما في نياش لكن لما منجي للعمال غير اللبنانيين في ميزتان مهمتان للعامل الفلسطيني الميزة الأولى أنه ليس لديه بلد يرجع إليه ليعمل الميزة التانية أنه موضوع الفلسطيني العامل الفلسطيني هو يرتبط بقضية سياسية ووطنية وقومية مجمع عليها لبنانيا وعربيا هي القضية الفلسطينية هذا ليس موضوع تقني بحث ليس موضوع فني بحث هذا موضوع سياسي واستراتيجي بامتياز ويجب أن يقاوب من هذه الزاوية موقف الأمين العامل حزب الله سيد حسن نصر الله من عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان اعتبر دعما وتأييدا للموقف الفلسطيني رسميا وشعبيا ملاك خالد العامل الفلسطيني هو يرتبط بقضية سياسية ووطنية وقومية مجمع عليها لبنانيا وعربيا هي القضية الفلسطينية كلام الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله عن ضرورة حل موضوع العمالة الفلسطينية في لبنان على أساس أخلاقي وإنساني وقالوني بشكل هادئ ودعوته إلى مقاربة الموضوع ببعضيه الاستراتيجي والسياسي للاتعاد به عن التوطين استقبله بارتياح كبير فيما يتعلق باللهجين الفلسطينيين في لبنان هو موقف يشاد به وموقف مثمن ومقدر ويعكس كيف يقف الحزب الله والسيد حسن نصر الله إلى جانب اللاجئ الفلسطيني إلى جانب القضية الوطنية الفلسطينية ما ذهب إليه السيد نصر الله يتقطع مع موقف القيادة الفلسطينية حيال هذا الموضوع متأكيد ما تفضل به سيد حسن نصر الله يسجل له ويحترم عليه وهذا هو موقف أيضا القيادة الفلسطينية بأنه نعم صحيح فلتكن الأولوية للشعب اللبناني نحن لا نريد أن نزاحم الشعب اللبناني على نقمة العيش ولكن مش معقول ما يحدث ليس في هذا فقط وليس بما قام به المدعو وزير العمل من إجراء يلاحق الفلسطيني على نقمة العيش في لبنان سبعين وظيفة ممنوعة منها الفلسطيني فقط بسموح ليشتغل كناس وزبال وطريش كلام نصر الله أتى على وقع الاحتجاجات الشعبية المستمرة للأسبوع الثاني في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في كل الجغرافيا اللبنانية وبعد فعاليات احتجاجية تضامنا مع لاجئي لبنان انتدت من غزة والقدس وصولا إلى مدن أوروبية كلها تندد بقرار وزارة العمل لتنظيم العمالة غير الشرعية في لبنان المحتجون الذين يؤيدهم الكثير من اللبنانيين وتلتف حولهم أحزاب وهيئات مدنية وأهلية لبنانية يرون أن تنفيذ هذا القرار يعني معاملة اللاجئ الفلسطيني كما الأجانب وهو أمر ينقض القوانين الدولية التي تنص على وضعية خاصة للاجئ لنحية العمل والسكن والخدمات ولسيام الصحية إلى تهران وصل وزير الخارجية العمني يوسف بن علوي حيث سيلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ضريف زيارة المسؤول العمني إلى إيران تأتي في إطار المشاورات الدولية الهدفة إلى أنهاء التوتر في المنطقة والحوار وتبادل وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في الخليج أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن كسر أمريكا للاتفاق النووي الإيراني سيكون ضربة خطيرة لنظام منع الانتشار النووي وحذره من أن الوضع في الخليج محفوف بمواجهة عسكرية واسعة النطاق بسبب الخطوات المعادية لإيران لقد أدت الخطوات المعادية لإيران إلى زعزعة حدة للاستقرار في منطقة الخليج وتطورات الأحداث اقتربت من خط محفوف بمخاطر مرتفعة لاندلاع مواجهة عسكرية واسعة النطاق يجب منع ذلك تدعو روسيا إلى وقف تصاعد التوتر في هذه المنطقة في أقرب وقت ممكن الأوضاع حول إيران تثير قلقا بالغا وندعو زملائنا الإيرانيين إلى إبداء الصمود والتطبيق الصادق لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية من غير المجد مطالبة إيران بتطبيق كل اتزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة بصورة أحدية الجانب نسعى إلى أن يفهم شركاءنا الأوروبيون مسؤوليتهم عن الحفاظ على الصفقة النووية ويوفو بتعهداتهم قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن بلاده ستقطع ارتباط المسلحين شرقية الفرات في سوريا بشمال العراق عبر عملية المخلب وأضاف إن التركيا عزمة على العملية بغض النظر عما ستصل إليه محادثات المنطقة الآمنة مع واشنطن محمود واثق تصعد تركي جديد تجاه الولايات المتحدة الأمريكية بعد فشل المباحثات المتعلقة بتفاصيل المنطقة الآمنة في الشمال السوري وفقا لرغبات أنقرة يقول الرئيس التركي إن بلاده مصممة على تدمير الممر الإرهابي شرقي الفرات بغض النظر عن نتائج المباحثات مع الجانب الأمريكي حول ترتيبات المنطقة العازلة سنقوم بقطع ارتباط الإرهابيين شرق الفرات في سوريا بشمال العراق عبر عملية عسكرية هذا الممر الإرهابي سيتم تدميره أيا كانت نتائج المحادثات مع الأمريكيين بشأن منطقة آمنة والذين يعتمدون على القوات الأجنبية في هذه المنطقة سيتم دفنهم تحت التراب منظومة صواريخ S-400 الروسية والتي تسلمت أنقرة الجزء الأكبر منها ستدخل الخدمة رسميا في نيسان أبريل من العام المقبل يقول أردوغان ولا يستبعد التوجه إلى جهات أخرى لتلبية احتياجات بلاده في حال رفضت واشنطن تزويدها بمقاتلات F-35 أعتقد أن الخلافة التركي الأمريكي ليس محصورا حول العملية التركية المرتقبة في شرقي الفرات أو المنطقة العازلة المزمع تشكيلها لإبعاد الخطر عن حدود تركيا هناك ملفات أخرى لها علاقة بتوجهات تركيا الجديدة نحو روسيا وأعتقد أن هذا هو سبوستياء واشنطن هي جملة نقاط خلافية تبدأ من تباين الرؤى بخصوص حدود وعمق المنطقة الآمنة مرورا بالخلاف التركي الأمريكي القائم حول طبيعة العلاقة بوحدات حماية الشعب الكردية في الشمال السوري وصولا إلى صراع الطرفين حول الجهة التي ستسيطر على المنطقة الآمنة بنود خلافية تنظر بتفجر خلاف حاد بين الطرفين خلال الفترة المقبلة على الرغم من التصريحات المنتقدة وتساعد اللهجة التي يستخدمها أردوغان في مخاطبة الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين إلا أنه لن يذهب بعيدا في قطع العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين بسبب خلاف هنا أو هناك يقول مراقبون محمود واسق إسطنبول الميادين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يلوم تركيا على شراء نظام دفاع صاروخي روسي وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أن واشنطن تبحث وضع تركيا بأكمله واصفا إياه بالصعب ولافتن لأنه لا يلوم أنقرة لأن هناك ملابسات كثيرة لم تصل المشاورات في لبنان إلى توافق على عقد جلسة للحكومة وسط استمرار الخلافات بشأن توصيف محاولة اغتيال الوزير صالح الغريب فيما أكد الوزير جبران باسيل أن إحالة القضية على المجلس العدلي لا تستهدف إلغاء أي طرف عباس الصباخ جلسات الحكومة اللبنانية معطلة للأسبوع الرابع الخلاف على توصيف محاولة اغتيال الوزير صالح الغريب مستمر إحالة القضية على المجلس العدلي لا تزال جوهر الخلاف في البلاد وسط مخاوف لدى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ولي جبلاط من ما يسميه محاولات الإلغاء بيد أن هذا التوصيف يرفضه رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في المقابل يتهم تيار مستقبل المطالبين بإحالة القضية على المجلس العدلي بالمعطلين ويعرف أن فرض الأمر على الحكومة هو محاولة تعطيل لعمل الحكومة ويمكن للرئيس أيضا أن يقدم استقالاته أو لا يقدمها عنده احتمالات كثير الرئيس سعد الحريري للتصرف بما يناسبه وبالطبع سيتأخذ القرار المؤاتي لمصلحة لبنان أولا أما تكتر لبنان القوي فيتمسك بمطالب حلفائه ويكرر وقوفه إلى جانبها بالطبيعي نحن إلى جانب حلفائنا بمطالبهم ولكن نحن معنا أي مطالب بهذا الموضوع وأي شيء يتوصلوا له نحن على الأكيد نكون نعمين للاتفاق الذي يصير أما عن أصول الإحالة على المجلس العدلي فإن القرار يتطلب موافقة نصف أعضاء الحكومة زائدا صوتا واحدا ووفق المواقف المعلنة فإن تكتل لبنان القوي ومعه حزب الله وتيار المردة سيصوتون مع الإحالة بينما سيصوت طيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب الاشتراكي ضد الإحالة على المجلس فيما لم يتضح موقف حركة أمل وعلى ذلك الموقف يعلق قرار الحكومة لا جلسة للحكومة اللبنانية قبل التوصل إلى تسوية لإنهاء عكاسات محاولة اغتيال الوزير صالح الغريب فالمبادرات تترنح ولكن المساعي مستمرة للتوصل إلى حل يرضي الأطراف كافة ويسمح بالعودة إلى مجلس الوزراء لمواجهة التحديات التي تحيط بالبلاد عباس صباق بيروت الميادين في النشرة ولكن بعد الفاصل الحرارة تحرق غابات ومحاصيل زراعية في فرنسا أهلا بكم من جديد وسط إجراءات أمنية مشددة يستعد التونسيون لوداع رئيسهم الراحل الباجي قايد السبسي على جوانب الطرقات المؤدية من المستشفى العسكري إلى قصر قرطاش تجمع التونسيون لحضور نقل جثمان رئيسهم الراحل اختلطت الدموع بأصوات التكبير وتعداد مناقب فقيد تونس الذي وصفوه بأنه منع تقسيم تونس وكان رجل التوافق أنا نعرفه مليان صغير من أيامات بورقيبة كان سفير كان وزير كان رجل سيد الرجال الله يرحمه ومنع تونس من برشة مصايب كانت ماشية المحرقة بعد فولنا ربي يولد حلال منع تونس إن شاء الله البلاد بركة تتعدى لاباس وبقدرة تربي لاباس مدام عنا رجال وبلادنا راهية ديما تقعد للسلم والأمان وبقدرة ربي لاباس نحب نقول للناس يقول لها تونس ديما بخير وينصر تونس وينصر تونس ويحمي تونس مشاعر الحزن اختلطت بعبارات الفخر بعد انتقال السلطة بشكل سلس وفق مقتضيات الدستور ويعود ذلك إلى النظام الديمقراطي الذي تم رسائه في تونس ولكن بالتوازي مع ذلك بدأت الأحزاب السياسية تتلقى قرار هيئة الانتخابات بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية من نوفمبر إلى الخامس عشر من سبتمبر بشيء من القلق حيث يفترض أن يبدأ تقديم الترشحات بعد أسبوع من الآن إشكالات فرضها الدستور الذي يشترط تنصيب رئيس جديد بعد تسعين يوما أعتقد أن حملة انتخابية كما صرح بذلك رئيس هيئة المستقبل الانتخابات تدوم 12 يوما فقط للانتخابات الرئاسية هي حملة قصيرة جدا هل ترى الهيئة عندك كل الإمكانيات لتنظيم حملتين واحدة رئاسية والأخرى برلمانية على كامل البلاد تتقاطع في الزمن أم أن ربما نفكر في موعد جديد للانتخابات البرلمانية معركة سياسية مبكرة فرضتها وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي ستتضح معالمها أكثر بعد موارات جثمانه الثرأ حيث سيستأنف الحديث عن التحالفات وشكل المشهد السياسي التونسي بعد السبسي ستجبر الأحزاب التونسية على كشف أوراق تحالفاتها السياسية وأسماء مرشحها مبكرا وفي مدة زمنية وجيزة بعد تقديم موعد الانتخابات الرئاسية ليبقى ذلك مؤجلا إلى ما بعد جنازة الرئيس الباجي قايد السبسي مراد الدالنسي تونس الميادين وللمزيد من التفاصيل المشاهدين حول آخر التحضيرات لتشييع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي تنضم إلينا من العاصمة التونسية مراسلة الميادين سميحة البغانمي أهلا بك سميحة إذن لو تضعينا في آخر التحضيرات لجنازة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وأبرز الحاضرين اليوم أيضا في هذه الجنازة صباح الخير عبد الرحمن يعني بعد أقل من ثلاث ساعات ينطلق الموكب الرسمي لتجاه جنازة الرئيس الراحل الرئيس محمد سبسي الجنازة ستنطلق من قصر قرتاج ثم أداء صلاة الجنازة ومن ثم إلى مقبرة الجلازة وسط العاصمة والجنازة سيكون تأمينها من طرف الجيش الوطني وزارة الداخلية كذلك وضعت خطط استثنائية وسخرت كافة الإمكانيات المادية والبشري لتأمين هذا الحدث الوطني بحضور عديد الشخصيات العربية والدولية ورؤساء وزعماء قادة الدول من ذلك الرئيس الفلسطيني وكذلك الرئيس الفرنسي والرئيس الجزائري وملك إسباني وأمير الكويت وأمير قطر والأمير العام لجامعة العربية والعديد من الشخصيات السياسية الدولية والوطنية للمشاركة في هذا الحدث في هذا المصاب الجلال الذي تعيشه تونس إذن بعد أقل من ثلاث ساعات ينطلق الموكب الرسمي وهناك تعزيزات أمنية مكثفة لتغطية هذا الحدث وتأمينه أيضا تم غلق كل الطرقات المؤدية من قصر قرتاج إلى مقبرة الجلاز ومتوقع أيضا أن يشارك في هذه الجنازة كذلك الشعب ووزارة الداخلية كانت قد أشارت إلى هذه النقطة أنها ستؤمن كذلك التجمعات الشعبية التلقائية لأن من حقهم توديع رئيسهم الوداع الأخير وبالتالي لن تكون جنازة محصورة بين الشخصيات والسياسين بل هي جنازة شعبية ووطنية جنازة كبرى سيشارك فيها الجميع لتوديع رئيس البلاد الرئيس الجمهوري الباجي قائد السبسي شكرا جزيلا لك مراسلة الميدين في العاصمة التونسية سميحة البغان محدثين مباشرة من هناك القيادي في حركة النهضة عبداللطيف المكي طمأن إلى أن انتقال السلطة في تونس بعد وفاة الرئيس سيكون سالسا مكي قال للميادين أن الرهانة على معادات حركة النهضة لجاتب الناخبين لم يعد ناجحا الشرايح الاجتماعية التي يغازلها هؤلاء بالتلويح بمعادات حركة النهضة هي الآن تغير نظرتها تجاه حركة النهضة وأصبحت لا ترامان عن التعامل مع حركة النهضة ولذلك فأنا اجتماعيا في المجتمع لأن هناك فئات اجتماعية كانت متأثرة بأعلام بن علي ومتأثرة بالأعلام المعادي لحركة النهضة لكن منذ الثورة الآن هم يرون حركة النهضة أمامهم كيف تتحرك وكيف نقرر وكيف تبحث عن المصلحة الوطنية فبالتالي لم يعد رهان معادات حركة النهضة رهان رابح سياسيا أو يجلب الناخبين هذا وأعلن النطيق باسم الحكومة التونسية أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر منع داعية وجد غنيم من دخول تونس على إثر ما نشره حول الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وقال إن رئيس الحكومة يعتبر أن مصادر عن غنيم هو سلوك متطرف وعنيف هدفه الإساءة ليس إلى الرئيس الراحل فقط بل إلى الدولة والشعب وكان غنيم قد تهجم بشدة في تدوينة له على صفحته في موقع فيسبوك على السبسي ناعتا إياه بأنه عاش حياتهم محاربا لشرع الله وشريعته في تقرير لمجلس الأمن الدوري أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتياريش أن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن قتل أو أصاب أكثر من سبعمائة طفل خلال عام 2018 فيما يمثل نحو نصف إجمالي عدد الضحايا من الأطفال وفي التقرير الذي أدرج التحالف ضمن قائمة سوداء للعام الثالث قال جوتياريش أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا أو جرحوا العام الماضي على يد الجيش الإسرائيلي كان الأعلى منذ عام 2014 أعلنت وزارة الصحة في حكومة صنعاء أن العدوان على اليمن خلف أكثر من مئة ألف معوق مدني وأضافت الوزارة أن أكثر من مليون وتسعمائة ألف يمني مصابون بالكوليرا مشيرة إلى أن مليونين وثلاثمائة ألف طفل دون الخمس سنوات مصابون بسوء التغذية في موت ما يتسبب في موت طفل كل عشر دقائق أعلنت فرق تابعة للهلال الأحمر الليبي انتشال جثث 62 مهاجرا كان قد غرق مركبهم قبالة الساحل شرق العاصمة طرابلس وأضافت أن الجثث لا تزال تطفو على الشاطئ بصورة مستمرة ولا يمكن إحصاء العدد الكلي لها وكانت المنظمة الدولية للهجرة أعلنت إنقاذ نحو 145 شخصا بينما لا يزال 110 أشخاص في عداد المفقودين قبالة السواحل الليبية طلعت من خمس روحينا لإيطاليا وربنا موفق وجهنا يوم نتابة خمسطار وستار ساعة عادينا جاونا الرأسين الحمد لله ربنا وفقنا وصلنا والسلام أنقذت البحرية المغربية 242 مهاجرا في مضيق جبل طارق من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط على متن قوارب مطاطية ووفق وكالة الأنباء المغربية فإن من بين من تم إنقاذهم خمسون امرأة واثني عشر طفلا بعضهم كان في حالة صحية متدهورة تلقوا لسعفات اللازيمتاء على متن وحدات البحرية الملكية قبل أن ينقلوا سالمين إلى الموانئ في الجزائر خرج المتظاهرون في يوم الجمعة الثالث والعشرين رافعين شعارات تدعو إلى الحوار الشفاف والبناء لكن ليس مع رموز النظام السابق ودعت شريحة واسعة من الحراك الشعبي إلى إطلاق سراح سجناء السياسيين وعلى رأسهم المجاهد لخضر بورقع أسامة عبد النور قبل صلاة الجمعة ظهرت ساحة الجزائر فارغة لتنزل بعدها الجماهير وتملأ شارع أودان وساحة البريد المركزي وترفع شعارات ضد الحوار مع بقيا نظامي وأخرى ترحب بالحوار الجامعي للتوصل إلى مخرج الأزمة التي طال أمدها الحمد لله اليوم الحراك أتى ثمره وأصبحنا في الحوار والحوار لا بد منه حتى الشعوب لما تدخل حروب لا بد لها أن تجلسان طاولة الحوار فالحوار مهم رأينا أن الأشخاص الذين استقبالتهم الرئاسة ليقومون بهذا الحوار مع أجهات التي ليس معطرف بها أصلا من ناحية الدستورية أو من ناحية الحرك الشعبي الحوار هو سبيل واحد كبداية خروج من الأزمة ولكن نريد أسماء ثقيلة على طويلة الحوار الجميع مع الحوار من حيث المبدأ ولكن اختيار أشخاصه المشرفين عليه جدو الأعمالي صلاحية هذه اللجنة مخرجات هذا الحوار هل تكون ملزمة أو غير ملزمة حرك الجمعة الثالث والعشرين سبقه استقبال ست شخصيات سياسية من طرف رئيس الدولة المواقة عبدالقدر بن صالح كوسطاء لقيادة جولات الحوار الوطني الجامع حوار اشترط لنجاحه إطلاق صراح سجناء السياسيين على رأسهم المجاهد الأخضر برقعة لأجل إضفاء أي مصلاقية لأي حوار إذا لم يكن فيه تحرير لسجناء الرأي وكذلك عدم المضايقة على الحريات والآن برقعة أصبح مطلب شعبي من أجل إطلاق صراحي لا يسجن مجاهد ولا يسجن الناس عن مبادئهم ولا عن هويتهم هذا غير طبيعي وغير حتى وعد ما يرضى هل سجن الناس في فرنسا على هويتهم أو في أي دولة كانت؟ بوادر فراج للأزمة السياسية في الجزائر وإجماع سياسي حول مخرج الحوار الذي يضع الطبقة السياسية أمام حتمية التخلي عن الطموحات السياسية أمام مصلحة الوطنة منقسم هو الحراك في جمعته الثالثة والعشرين بين مؤيد ومعارض لقائمة الأسماء المقترحة لقيادة جولات الحوار لكنهم متافق على أن الحوار هو المخرج الضامن والآمن للأزمة السياسية في البلاد نسمع عبد النول عاصمة الجزائرية الميادين ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما وصفه غباء الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بسبب فرضه ضريبة رقمية على شركات الإنترنت الأمريكية وفي تغريدة على تويتر هدد ترامب بفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي ردا على خطوة باريس في الأثناء أعلن قصر الإليزي أن ماكرون بحث هاتفيا مع ترامب ضرورة التوصل إلى اتفاق دولي بشأن فرض ضرائب على شركات الخدمات الرقمية ترامب كان قد أعربا عن تشاؤمه بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين واتهم بكين باستخدام أسلوب المماطلة كتكتيك من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع واشنطن لا أعتقد أن الصين ستوقع اتفاق جديد مع الولايات المتحدة وأعتقد أنها ستنتظر على الأرجح حتى موعد الانتخابات المقبلة حيث احتمال انتخاب رئيس جديد كما كان يجري في السابق الأموال التي حصلت عليها الصين من الولايات المتحدة أعادت بناء الصين وأنا لا ألومها بل ألوم الإدارات السابقة التي سمحت بهذا الأمر لذلك لو كنت مكان الرئيس الصيني أو إيران فربما سأنتظر شخصا جديدا بدل ترامب لأنني عندها سأعقد الصفقة التي أريدها معه لوح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد من دون اتفاق فيما أكدت بروكسل رفضها طلبت جونسون التفاوض مرة أخرى حول بريكزيت موسى سرور تتجه للخروج من الاتحاد الأوروبي في نهاية اكتوبر تشرين الأول مهما كان الثمن وبروكسل ترفض دعوة جونسون لإعادة التفاوض بشأن بريكزيت قادة الاتحاد الأوروبي شددوا على أن لا بديل عن صفقة ماي موقف دعمته باريس فيما حذرت برلين جونسون من خططه بشأن بريكزيت أما دابلين المتضرر الأول من بريكزيت بسبب قضية الحدود مع بريطانيا فعبرت عن قلقها من تأليف الحكومة الجديدة في المملكة المتحدة تصريحات جونسون غير مساعدة في عملية بريكزيت ويبدو أنه اتخذ قرارا عن عمد بوضع بريطانيا في حالة صدام مع الاتحاد الأوروبي وإيرلندا جونسون وجه خطابا للبرلمان قبل دخوله في عطلته الصيفية التي تستمر لغاية شهر سبتمبر أيلول المقبل رافعا لا آته الثلاث لا لتأجيل موعد بريكزيت ولا لإجراء استفتاء جديد ولا لتفكيك بلاد الضباب لكن تهديد رئيس الوزراء ببريكزيت من دون اتفاق زادت من دعوات الانفصال عن المملكة المتحدة في سكوتلندا وإيرلندا الشمالية لا شك في أن وحدة البلاد في قطر التفقق فهناك دعوات في سكوتلندا تطالب باستفتاء ثاني للانفصال عن بريطانيا وأعتقد أن هذا الأمر قريب الحدوث جونسون بات في صدام مع البرلمان حيث الأغلبية فيه لا تريد بريكزيت من دون اتفاق إذن لا يملك جونسون الكثير من الأوراق لتمريل صفقة بريكزيت في ظل اعتقاد يسود بانشقاق عدد من نواب حزب المحافظين لصالح الحزب الديمقراطي الليبرالي المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي فضلا عن استعدادات لطرح الثقة بحكومة جونسون فور عودة النواب من إجازتهم الصيفية يدرك رئيس الوزراء الجديد حجم الصعوبات التي تواجه حكومته ولسيما في موضوع بريكزيت لكن هناك من يرى أن خطابة جونسون ذا السقف العالي ووعوده الداخلية بتحقيق الرفاهية للمواطن البريطاني ليس سوى تحضير منه للتوجه إلى الانتخابات العامة مستسرون لندن الميادين لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب ستون آخرون جراء زلزال تبعته هزات ارتدادية ضرب شمال أرخبيل الفلبين وقد علنت وكالة مواجهة الكوارث أنها أرسلت فراقا طبية وأخرى للإنقاذ إلى الجزر التي تقع في منتصف الطريق بين جزيرة لوزون الفلبينية الرئيسية وتيوان فيما تتصاعد درجات الحرارة في مختلف أنحاء أوروبا لتكسر أرقاما قياسية أتت الحرائق على آلاف الهكتارات من المحاصيل الزراعية والنباتات في عدة مناطق بفرنسا جراء موجة الحر والجفاف التي تضرب البلاد منذ الثلاثاء الماضي ومن المناطق التي أصابتها تلك الحرائق النورماندي ومناطق الوسط والشمال الفرنسي واللورين شرقا إلى العنوين رغم المناشدات الدولية السلطات البحرينية تعدم ناشطين معتقلين لديها شهيد وعشرات الجرحى في اعتداءة قوات الاحتلال على مسيرات العودة والمجلس الوطني يدعو للالتفاف حول منظمة التحرير طبعا نحن ندعم أي موقف فلسطيني ما أعلنه وئيس السلطة الفلسطينية بالأمس عن وقف كل التنفيذ كل الاتفاقات مع العدو الإسرائيلي السيد نصر الله يؤكد دعم أي قرار فلسطيني بوقف تطبيق الاتفاقيات مع الاحتلال وينفي استخدام مرفأ بيروت لنقل السلاح إلى لبنان تونس تودع اليوم رئيسها الراحل الباجي قائد السبسي وسط إجراءات أمنية وبمشاركة عدد من قادة الدول ترامب يصف ماكرون بالغبي لفرضه ضريبة على شركات الانترنت الرقمية وماكرون يشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق دولي بشأنها تقرير للأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن التحالف السعودي قتل أطفالا في اليمن ما يعادل نصف ضحايا الأطفال في العالم للمزيد من الأخبار مشاهدين زوروا موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نت ولمتابعين باللغة الإسبانية اسمانول دوت الميادين دوت نت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا